صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيسة على إلغاء الحجر الصحي الفندقي للعائدين من خارج البلاد كما قررت اللجنة تسريح جميع المتواجدين في الحجر الصحي الفندقي إلى بيوتهم بعد إجراء فحص كورونا لهم هذا ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ وتبحث اللجنة البرلمانية قيود الإغلاق الثالث وأهمها تمديد الإعلان عن حالة الطوارئ في إسرائيل واحتد النقاش في اللجنة بعد دعوة رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور شارون إلرواي برايس إلى تمديد حالة الطوارئ فيما اعترض عدد من أعضاء الكنيسة على الاقتراح وقالت إلرواي برايس أنه يجب أن تكون هناك حالة طوارئ للتمكن من اتباع أنظمة الشارة البنفسجية من أجل منع التجمهرات وفرض الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس